اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المحادثة للمبتدئين ومعنا النهاردة حالة خاصة جدا للأرقام في اللغة الإنجليزية هنتعلم ازاي نقول الأسعار باللغة الإنجليزية وازاي نقول التواريخ أو السنوات كمان باللغة الإنجليزية يلا بي نبتدي مع بعض وخلينا اقولك انك ممكن تشوف الحلقات السابقة من قائمة تشغيل اللي حسبها في الديسكريبشن أو في وصف الفيديو يلا بينا خلينا نبتدي مع بعض الأول بالأسعار طبعا ازاي تسأل عن السعر دي سهل واغلابنا عارفين من كورس المحادثة how much is it or how much is this ورد هيبقت مثلا لو بعشرة دولار هيبقت 10$ وهنا مفيش مشكلة مشكلة بتبتدي تحصل لك يا عزيزي المشاهد لما بيه فيه كسر يعني القلم دوت خلينا نتخيل انه هو ما كانش بعشرة دولار هو بعشرة ونص ساعتها هنعمل ايه ساعتها انت مطار تقول it's 10$ and 50 cents it's 10$ and 50 cents يعني القلم بيه عشرة ونص بس خلينا اقولك انه في الحقيقة اصحاب اللغة او native speakers بيختصوا الكلام ده زي ما احنا بنعمل في اللغة العربية بالزبط ازاي الجملة it's 10$ and 50 cents طويلة جدا فاصحاب اللغة بيشيلوا الاول العملة لان هما بيتكلموا بعض واحد امريكاني بيتكلم واحد امريكاني فبيقوله ايه بيقوله it's 10$ and 50 يعني عشرة ونص زي ما احنا بنقول عندنا بدل ما نقول احنا ما بنقفش نقول بعد 10 جنيهات و50 قرش هما نفس النظام برضو it's 10$ and 50 هتسمعها دايما كده it's 80$ 75 يبقى دي اكيد 80$ 75 هما بيقولوا السعر كده كمان مثال يلا بينا نعلى شوية لو حاجة مثلا بمية عشرة دولار ونص وخمسين قرش فلو هنقولها بالرقاء هنقول it's 110$ واللي قروش نحطها لوحدها اللي هي and 50 cents طب عاوز اقولها بسرعة بدل ما قول it's 100 100 اوكي 100$ 10$ and 50 cents هقولها it's 110$ 50 او it's 110$ 50 مفيش dollars خالص يبقى بشيل dollars وبشيل and هي دي الطريقة دايما ايا كان طول البقاء اوكي الارقام بقى فوق الالف او الاسعار فوق الالف دي سهل خالص انت مش كنت تفاركت على حلقة الارقام طيب خلاص يعني مثلا لو حاجة ب1600 جنيه او 1600$ هتقول 1000$ اوكي it's 1600$ بس برضو خلينا اضيف لك اضافة زي ما اضفتلك في المئات اوكي في الغالب مش هتسمحها كده هتسمحها it's 1600$ واحد يقولي 1600$ اوه يعني 1600$ او ما هو 1600$ لو انت جنبك 1600 كده يبقى 1600$ ماسك 1600$ في ايدك فهم ما بدل ما يقولوا 1000$ وانت جنبك 1600$ بادل مسلا ما يقول لك الفين وتملومية يقولك 2,800$ it's 2,800$ how much is this phone بكام التليفون ده it's 2,800$ يختصرها ويقولك ايه يقولك it's 2800$ يعني 28 ايه it's 2800$ يعني 28 ايه 28 مية اوكي you get it تعال بقى بينا نخش على تاني حاجة وهي السنوات ازاي تقول السنوات في اللغة الانجليزية خلصنا من الاسعار خلان نبتدي بالسنوات السنوات عاوزك تقسمها لتلات حاجات تلات حالات السنوات قبل الالفين السنوات من الفين لالفين وتسعة والسنوات من الفين وعشرة حتى الان قبل الالفين انا عاوزك تقسم السنوات لرقمين يعني انا مثلا اتولدت في 1985 فحقول in 19 درقم و 85 درقم I was born in 1985 طيب في 1925 in 1925 1817 1817 وهكذا سهلة خالص 1999 1999 طيب بداية من الالفين بتحط 2000 فبتقول 2000 يعني 2000 2001 2001 مش لازم تقول N1 هي 2001 2002 2002 2003 2004 2005 7 8 2009 من اول 2010 بيبقى عندك الاختيارين يعني ايه؟ يعني اما تقول رقمين او اما تقول 2000 2010 2010 او 2010 2011 2011 او 2011 وهكذا 2019 2019 2019 او اشوفكم على خير